قامت مؤسسة حياة كريمة حياة كريمة بتوزيع عدد كبير من سناديق المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بكافة مراكز محافظة الإسماعيلية ذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وصل الخير وتستمر جهود المؤسسة لاستكمال حملة توزيع المليون كارتون ضمن قوافل وصل الخير ذلك في مختلف أنحاء محافظة الجمهورية تباعا على الفئة الأولى بالرعاية وقبل وخلال شهر رمضان بجانب أعمال التطوير والإنشاءات التي تتم في القرى المدرجة بالمبادرة بنحاول النهاردة نستوعب كافة مراكز المحافظة السبع مراكز وكافة القرى عن طريق الجمعيات والأسر الأولى بالرعاية من أهلنا من قرى محافظة السماعيلية بإذن الله دي الموجة الأولى من توزيع الكارتين إن شاء الله يكون فيه موجة تانية وموجة تالتة بإذن الله ونستوعب أكبر كمية ممكنة من أهلنا في محافظة السماعيلية هنبتدي نوزع الكارتين تابعة لمؤسسة حياة كريمة إن شاء الله المتصويعين كلهم بيشاركوا النهاردة وبتطفر جهود مع الجمعيات الموجودة في الكرة التابعة لمركز ومدينة السماعيلية النهاردة بيتم توزيع ألاف الكارتين على أهلنا في الكرة ضمن مبادرة حياة كريمة وصلة خير للألاف المصريين ترجمة نانسي قنقر